محمد هو نصلي على رسوله الكريم أما بعد إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي مطيو رحمن أنا أدرس في صف الثالث أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع العلم نور والجهل ظلام أيها المسلمون أنتم تعرفون عرفة جيدا أن العلم له فضل عظيم وهو حياة الخلوب وشفاء السدور وهو الفارق بين الشك واليقين والهدى والظلال وبالعلم يعرف الإنسان ربه ويعبده ويتميز به الحلال والحرام وهو أفل الوحي في غارة هيرا كما قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من على اقرأ ربك الأكرم الذي يعلم بالخلم علم الإنسان ما لم يعلم سورة العلق رحم السورة 96 والعاية 1 إلى 5 إخواني وأخواتي في الله وطلب العلم عبادة وفريضة على كل مسلم فعن أنس من مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه ابن معجا في سننه في كتاب السنة في سند حسن رقم الحديث مئتاني وأربعة وعشرون والعلم صدقة جاية والعلم هو طريق الوثول إلى الجنة والعلم صفة من صفات الأنبياء والرسل والمؤمنين والعلماء ورسة الأنبياء فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبضغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لستضع أجنهاتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد وفضل الخمر على السائر الكواكب إن الأنبياء لم يورسوا دينارا ولا درهما إنما ورسوا العلم فمن أخذ به أخذ بهزر وافر فواه الترمذي أيها الإخوة والأخوات هيا نخار بين العلم والمال أيهما أكثر فائدة العلم خير من المال العلم يهرسك وأنت تهرس المال والمال تنقص النفق العلم يزاد على الإنفاع معرفة العلم دين يدان به به يكسب الإنسان الطاعة في هياته وجميل السناء بعد وفاته والعلم هاكما والمال محكوما عليه وفي الختاب نسأل الله أن يزودنا بالعلم النافع ويجنبنا من الجهل التافع آمين وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة